السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونشوف مع بعض فوايد استخدام البيم يفهم كترة جدا وهنشوف مثلا المالك على سبيل المثال بيستفاد ايه بيستفاد ان هو بيحصل على مبنى في جودة عالية جدا واستخدام عالية جدا للطاقة بيقلل التكلفة اسنان دورة حياة المبنى او المشروع بيفاهم كل حاجة في تصميم من بداية المشروع لحد اخره بيقدر يتحكم ويقدر يزود كفاءة تشغيل المبنى فمن خلال البيم بنحصل على الشفافية في المعلومات بنحصل على الجودة وبنحصل على الكفاءة العساب بتقول ان استخدام سيء المعلومات او نقص البيانات بيقدي ان الامريكا بتتكلف كل سنة 15.8 مليون دولار والمالك بتحمل تلتين الموضوع دوت اثناء تشغيل المبنى او في المشاريع الكبيرة بتقريبا ستين في المية من المشاريع الكبيرة ما بتقدرش تلتزم بتكلفة ولا بتقدر تلتزم بالجدول الزمني آآ تلاتين في المية من تكلفة المشروع بتبقى عبارة عن ان هو بعد ما اشتغلت اكتشافت ان فيها غلط فبتهد وتعمل تاني ان خمسة وخمسين في المية من موضوع الصيانة ده بيبقى في مشكلة وظهرت يعني فيش حاجة اسمها ان انا اعرف المشكلة من قبل ما تحصل فالبيم بيحل المشاكل دي دي بيزود لي كفاءة الشغل وبيخلينا التزم بالوقت بتاعي وبيقلل الاخطاء اللي موجودة في الوصائق بيقلل ان انا ابعت بلا اقوله زي بعض بيقلل موضوع ان انا اعمل شغل كاسة مرة بيقلل موضوع الكليم من بعد ما عملنا الشغل نكتشف ان في حاجة الرجل اللي عايزها فبنطلب حاجة تانية ليه ان نطلب مبالغ مقابل دوت وبيقلل الوقت بتاع المشروع وبيقلل التكلفة الطرية العادية تبقى بالشكل دوت ان احنا في اول مشروع بيبقى شغل بسيط وبعد كده بناخد وقت كتير جدا في موضوع الحصر والوصائق والحاجات ديت فاول مشروع بيبقى فيه قدرة كبيرة جدا على التحكم في التكلفة بتقل مع الوقت وتكلفة التعديلات في التصميم فلو تبقى بسيطة بس بتزيد مع الوقت دلوقتي البم خلق الشغل في الجزء الاولاني دوت فده خلق ان انا قادر تحكم اكتر في التكلفة وان انا تكلفة التعديلات بتبقى اقلب كتير لانه كل واقع في اول مشروع باش في اخر المشروع الجزء دوت الموضوع الحصر وشوب دروينج بسيط جدا لان انت عندك المعلومات كلها موجودة انت راسم بالارتفاعات وحلك اللي شهد في موضوع كله بسيط جدا فاحنا ندرات اللي جونا نبص على البيم في اي بيسوفت وير بنلاقي ان انت لو عدلت في البيلان بتعدل في السكشن بيتعدل في الحصر بيتعدل في كل مكان لان انت شغال 3D بشتو دي وهو من دبن ما زال بم جدا ان موضوع كلنا بنقدر نتعاون مع بعض وان كل ناس تقدر تفصل للمعلومة اللي عايزها مفيش حاجة اسمها المعلومة دي عند حد وبش موجودة عند الباقي لأ كلنا معنا المعلومة وكلنا نقدر نوصل لها وكلنا نقدر نستفاد منها زمان كان في التو دي واحد بيتبعت معلومة الفلان ومتوصلش الفلان وممكن يبعتها الفسائلات المانجمينت ومبعثش السلسانة بالتي انما في الباقي لأ كلنا نقدر ندخل على نفس الموضل وناخد المعلومات اللي احنا عايزينها فدي فاية كبيرة جدا بكل الناس اللي شغال في المشروع سواء زمان سواء في الموقع بيقدروا يحصلوا على المعلومة ويقدروا يشوفوا اي حاجة نقصة يقدروا يشوفوها ويتبادل المعلومات بسهولة جدا الطريقة العادية ان انت ممكن يكون بصفت وير بيم بس بشغال بيم فكل واحد عنده معلومة ومش قادر يتبادل معلومات مع الاخرين انما لو انت شغال بيم مظبوط هتلاقي ان الاسئلة دي اختفت ومبقاش في ملاك كتير يا رايحة جاية لا بيبقى الموضوع سهل جدا وان انت تحصل على المعلومة وتتبادلها مع بعض بشرط ان انت تكون شغال بيم مظبوط في موديل كل الناس بتاخد منه المعلومات واحنا شغالين سهل جدا ان الديزاين يتبادل معلومات مع البيم كوردينيتور والبيم كوردينيتور لو لاي اي حاجة يبعتها للديزاين وتتحل في ثواني فهو بيرفع الموديل لاي سوفت وير بنتفع عليه او اي منصة او اي بلاتفورم فالبيم كوردينيتور بيكتشف المشاكل ويبعتها له بالالقوم بتاعتها فهيقدر التصميم يعدلها على طول وبرضو دلوقتي بقى الكنتراكتور والزاين في تبادل بينهم معلومات اي اي مشكلة بيروح باعتها في نفس اللحظة يقدر يجاوب عليها ويقدر الكنتراكتور لو في اي تعديل حصل اثنان الموقع يبعتها للمصمم والمصمم يعدلها ويبعتها ودلوقتي لو مسلا في مكان اجت مجرد بس ياخد صورة ويرفعها على الموقع بتاع البرنامج يحصل ابديت في الموديل على طول فاصبح الموضوع كل شوية بيبقى اسهل ويبقى التبادل المعلومات سهل جدا كان تقريبا تلاتين في المئة من المعلومات بتفقد في النقلة من الديزاين لكونستركشن لان دي شركات دي شركات لا دلوقتي بها هو الموديل بتبعته في كل المعلومات فما بقاش في حاجة نقصها وما بقاش في مشاكل زي الاول بقى في استخدام البيم بيخلي في تقليل للهالك لان الهالك كان بيحصل بسبب نقص المعلومات او بسبب ان بعد ما عملنا حاجة شايفنا بقى مشاكل ففي البيم بتشوف المشاكل كلها وتبدأ تحلها وبعد ما بدأ الفابريكيشن ببعت للمصنع انا عايز ايه بالزبط والتطاعات اذا ايه بالزبط والارقام بتاعتها ايه بالزبط فده قد ان الهالك بيقل كتير جدا زاد ان نعمل حاجة في وقتها في وقتها ويسهل ان المتاجي في وقتها فالموضوع بقى بيقلل فكرة الهالك جامد جدا كانت الهالك ده ممكن يوصل لعos 40% لأ خلاص بقى ده يجمع جدا باستخدام البيم فبتقدر تحكم في كل حاجة في المشروع تقدر كل الناس تقدر توصل للمشروع بتاعك لانتشغل بين مظبوط في تحكم في كل الداتا بيبقى طول فترة حيات المشروع مش مجرد اسناء التصميم لا ده اسناء التصميم والتنفيذ والتشغيل في كومن داتا انفيرومنت في بي ام موجود فيها البيانات نقدر بتحكم فيها وتقدر توصل لها بسهولة جدا سواء من خلال المتصفح او من خلال الموبايل بقى الاداء احسن بكتير جدا باستخدام البيمو فيه سيطرة جدا على الوقت والتكلفة والاختيارة بتاعت استخدام بقى بفيه حلول كتيرة جدا يعني اول السوفتوير بيدينا اكثر من اختراح للحل فالموضوع بقى افضل بكتير جدا فيه كفاءة جدا في استخدام البيمو هنشوف الموضوع ده مع بعض الفكرة كلان فيه بعض الناس بيستخدم السوفتوير من غير ما تبقى فهم فكرة البيمو فاللو انت في دماغك ان لا ده البيم ده قدر سبب منه 600 حاجة هتلاقي الموضوع هفر معكتل جدا ان انت هتقدر تتوفر الوقت بسبب ان انت عامل تصميم كويس وان المشاكل كلها بتحال تسناء التصميم فانت بتنزل الموقع وعارف المشاكل وحلتها وتبدأ تشغل على طول المشاكل اللي هي كانت بتبقى موجود اسنان الموقع بتخليك مسلا توقف على ما تفكر في الحل لا انت الحلول دي تحلت خلاص وموجود معك افضل حلول لها وفيه تحكم في الشغل انت عايزه امتى وهي خلاص امتى لو فيه حاجة مسلا بتصنع في المصنع ومتيجي الموقع دي خلاص يعني سهل جدا ان انت تتبع تهلوم ويجي لك بقى دقق دقق التفاصيل فهو بيساعدك في موضوع الوقت والفلوس طول الحياة المشروع في design construction وفي المانجمنت وفي كل مرحلة مرحلة المشروع وفي كل جزء من جزيات المشروع بيبدأ يديك الامكان اللي انت عايزها يعني مسلا في البداية مسلا لسه بتفكر بيبدأ يديك كزا اختيار كل الشكل من الاشكال مسلا هيبقى فيه سهلك في الطاقة قدية وتوفير قدية فانت قدر تختار الشكل اللي انت عايزه يقدر اختار لك افضل مكان لو انت ما عندك شكرة ارض محددة لسه هتشتري يقدر لك افضل مكان تقدر تحصل بيه علنات في موضوع الليد والسستنبلاتي يقدر يعمل لك اتشك على الموديل ازا كان في اي مشاكل يقدر يحلها لك بيقدر يديك موضوع الريف فابريكيشن ده بقوة جدا في بعض المشاريع بيبقى فيها مسلا تفاصيل مسلا في الاتفاك هو بيبدأ يديك القطع بالزبط هتبقى اديه فده بيسهل لك لكن الحاجة تبقى موجودة وقت ما تحتاجها تبقى المصنع مجهزة وتقدر تركبها على طبق وطول فترة حيات المشروع التكلفة بتقل بشكل رهيب جدا ومن اجبر مزايا ان انت خلاص التركيب من اول مرة ما بتحتاجش ان انت تركب وباكها تكسر في مشاريع بعد مسلا ما عملوا الانشائي في وجهه ان شغل الكهراميكانيكا اللي متعارض معاه فبيضطر ان هو يغير التصميم الانشائي فعشان يغير ده بيحتاج حسابات وكده فبياخد وقت كتير جدا المقارنة بين البيم والكاد بنلاقي ان هنا الكاد بيبدأ في مرحلة الزائية ممكن ما يكونش بياخد منها شغل كتير بس هو تقريبا نفس الشغل مع البيم وبعد كده يخد وقت كتير قوي في مرحلة الديكومنتيشن لحد ما ان هنا مشروع هنا بيلاقي ان البيم بيبدأ في الاول بدخل معلومات كتير كويسة بس الموضوع ما فيش خالص ولما تجي ببص على الاحصائيات في المشاريع لشغلة بيم مزبوط بتلاقي ان كل المراحل البيم متفوق على الكاد بزاد في مرحلة الشيكين والكوردينيشن موضوع الفحص وموضوع حل الكلاشيات وموضوع الديكومنتيشن متفوق كتير جدا جدا وبقى فرط كتير جدا برضو من ضمن المزايا البيم ان هو بيقل العدل ساعة العمل فده بيأثر على بيبقى فرصة ان العمل يتعرض للمخاطر اقل وكتير بنادر نعمل سيموليشن او بنادر نعمل للموضوع حركة العمل في الموقع بحيث نكتشف فين الاماكن اللي ممكن يحصل فيها مشاكل ونبدأ نحللها بحيث نحن نقلل الحوادث اللي بتحصل في الموقع ده نموذج ده حاجة سري دي فيزيوليجيشن الكوردينيشن بنادر نشوف المشاكل موجودة فين اكتشاف المشاكل اللي بيتم اا اوتوماتيك من البرنامج يعني مش يدوي زي ما كان في الكاد لا ده انت بتقول له جود المشاكل بين اا اتنين زي مسلا بين القهرباء وبين المية فيبدأ يجيب لك الاماكن اللي فيها مشاكل فسهل جدا ان احنا نكتشف المشاكل اثناء مرحلة الديزاين باش ببين افاجأ بها اثناء التنفيذ اسف فموضوع سري دي كلاش اناليسيس بسهل جدا ان انت تكتشف المشاكل زي كده وتبدأ تحلها يعني من قرد ان اكتشافت المشكلة ده تقريبا كده انت عديت نص الحل الموضوع الاندر جراون دي تقول تتبقى تحكم كتير جدا في البيم بتقدر تعمل وكسرو في اي مكان وتقدر تمشي اثناء اا في في الموقع في مشاكل ممكن تكتشفها اثناء ما تعمل وكسرو زي مسلا ان في شغل كهروميكانيكا لنازل تحت سيلينج ان في مسلا سلم مفوش مسلا الاعمدة اللي حواليه وهكذا تقدر تعمل البعد الرابع للمبنى فتكتشف الحاجات بدل ما هو جدول الزمني مش مفهوم معمول ارقام او كتابات لأ بتشوفه ومجسم قدامك فده بفيدك كتير جدا تقدر تشوف ازا كان مسلا فيه وقت معين مفوش شغل او فيه وقت معين فيه كزا واحد شغال في نفس اللحظة فتقدر تشوف الموضوع ده دي من اول مشروع من قدر نحدد التكلفة بتاعته هتبقى قد ايه تكلفة مش مجرد حصر لا ده كل حاجة فيهم تكلفة العامل هتبقى قد ايه وتكلفة الباب مثلا فيه كزا مسامير مثلا او فيه حد هيجي دهان كل حاجات دي بتقدر تحسبها بقى دك دك التفاصيل بحيس ان انت تقدر تشوف المشروع ده هيكسب ولا هيخسر معاك الموضوع اللي ستيل فابريكيشن بتبدأ تحط كل الديتيلز وكل اللوحة اللي انت محتاجها من خلال البيم اللي هات اناليسز لموضوع قهربة بتبدأ تتحدد وتعمل التشيك وتبدأ تشوف اللي نرى تبقى عاملة ازاي في الموقع اللي يارفل هو اناليسز و سي اف دي بيقدر يعمل لهم حكاية قوية جدا تقدر على الاقل تاخد الموديل وتدخله على احد البرامج ديت ده بيوفر لك وقت كتير جدا لان كانت المشكلة في البرامج دي الوقت اللي بتقضى في عمل الموديل بيشفى عمل فخلاص الموضوع ده اه اتحل الانيرجي برضو من خلال البيم نقدر نتحكم في موضوع الطاقة اه فيه فكترة جدا جدا من استخدام البيم هنا مسلا هتبدأ تشوف مسلا الحرار عاملة ازاي الريح عاملة ازاي كل سيموليشن تقدر تحكم فيه اكتر وتقدر تحدد كل اللي ما كان بتاعتك هتبقى عاملة ازاي وتوزحها بالزبط الفسيلة ده جوز كبير جدا من الابريشن هتبدأ تشوف الممنى ده هيشتغل ازاي اه اللي دارة من خلال البيم تبقى اقوى بكتير جدا من ان انتو تستخدم اه ورق او كاد ببقى المجسمات بتبقى فيها اه قدرة اكتر على التحكم نضع كوردنيشن برضو من حيات المهمة جدا الاحساء بتقول ان تسعة وستين في المية اه بيتحسن حصل تحسن من خلال استخدام البيم اتنو ستين في المية في الكواليتي اه تسعة وخمسين في المية التقليل للمشاكل كونفلكت ستة وخمسين في المية اه تقليل من موضوع التقليلات اه تسعة واربعين في المية في استخدام افضل او تحكم اكتر في موضوع تكلفة اه اربعة واربعين في المية اه ان في الكلينت بيقدر يفهم المشروع عمل ازاي ويوفق عليه اه تسعة واربعين في المية اه بيقولون حصل تقليل الموضوع الاربعين فالحسائي بتأكد ان استخدام البيم ان شاء الله اه مهم جدا وقو جدا ونتمنى ان هو ينتشر اه على اساس ان احنا نقلل تكلفة المشاريع ونقلل الوقت اللي بيحصل لسانة المشروع لان حاجات بتبقى مفروض تتمي في سنة وبتتمي في خمس سيات اتنين اللي هم يكون اكتر